إنها لحظة ربما يحلم بها جميع الباحثين لجنة نوبل تعلن اسم الفائز بجائزة الطب وهو إنها لحظة الاعتراف ببحث هذا الباحث الياباني الذي يبلغ من العمر 71 عاماً وقد قال للصحافة في توكيو بالطبع ليس هناك تكريم أعلى من هذا بالنسبة إلى الباحثين لقد حصلت على جوائز كثيرة في السنوات الماضية ولكنها لا تضاهي جائزة نوبل منح أسومي هذه الجائزة جاء تكريماً لبحثه فيما يسمى بالالتهام الذاتي وهي آلية تجديد الخلايا البشرية الضرورية لدراسة أمراض مثل الشلال الرعاشي أو الزهايمر أو السكري ومع أن هذه الظاهرة قد اكتشفت في ستينيات القرن الماضي إلا أن بحوث أسومي أوضحت ذلك علمياً منذ التسعينات لقد كان أول من اهتم بذلك إنه الرائد في هذا المجال ويستحق الجائزة بكل جدارة بتكريم أسومي بهذه الجائزة سيحصل على ما يعادل أكثر من ثمانمائة وثلاثين ألف يورو وما لا يقدر بثمن هي اللحظة التي سيعيشها في العاشر من الشهر الحالي عند منحه الجائزة في حفل رسمي في ستوكولم ترجمة نانسي قنقر